إذا رفرف جناح فراشة في الصين يصنع زلزالا في مكان آخر يبدو أن نظرية الفراشة تلك تنطبق على فيروس الكورونا القاتل المثير للخوف العالمي من عدم السيطرة عليه الفيروس وسع من رقعة انتشاره على الخريطة الدولية موقعا المزيد ضحايا له لكن ما هو الوضع في منطقتنا؟ أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا لأشخاص من عائلة واحدة القادمين من مدينة وهان الصينية مركز انتشار الفيروس وجاء في بيان الوزارة اتخذت الوزارة الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتفصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والوضع الصحي العام لا يدعو للقلق كذلك أعلن وزير الصحة السوداني أكرم التوم عن الاشتباه بحالتي إصابة بفيروس كورونا في البلاد بعد قدومهما من الصين لتصبح السودان ثاني دولة عربية تعلن رسميا عن حالات إصابة من جانب آخر ما زال العالقون في وهان يشغلون الرأي العام في بعض دول المنطقة مثل مصر المغرب تونس والعراق والأردن الذين ينتظرون سلطات دولهم والسلطات الصينية في توضيح وضعهم ومتى سيذهبون أو سينقلون إلى دولهم لأن الحركة الحياتية شبه متوقفة في المدينة بعد إعلان الحجر الصحي وحالة الطوارئ في المدينة وعزلها عن العالم الخارجي تقريبا لاحتواء الفيروس في هذا الصدد أعلن العراق عن إرسال طائرة من الخطوط الجوية العراقية مع طاقم طبي لنقل الطلبة العراقيين من وهان إلى بغداد والذين يقدر عددهم ب63 شخصا أما في الأردن وفي إطار التحضيرات لاستقبال الطلاب الذين سيتم نقلهم من وهان تم الإعلان عن تحديد قسم خاص معزول في مستشفى البشير في عمان لمعالجة حالات الإصابة المحتملة لنستمع إلى ما قاله مدير المستشفى محمود زريقات قمنا بتجهيز مستشفى بسعة 100 سرير الآن قابل الزيادة للضعف لمتين سرير تحسبا لأي طارق أو قدوم مثلا كما هو الحالة الآن في قدوم طلبة للأردنيين الموجودين في المنطقة الموبوءة من الصين ويتوقع أصولهم خلال 48 ساعة وعددهم 57 طالب هذا سيتم إيواءهم في هذا القسم في مصر تداولنا صورة لطالب من الأقصر وقيل أنه توفي في وهان بسبب فيروس كورونا لكن السفير المصري في الصين أسامى المجدوب نفى ذلك وقال للإعلام المحلي دعونا نظهر لكم مشاهدينا ما قاله السفير المصري يقول ردا أجريت عدة اتصالات مع المسؤولين في العاصمة بكين ويستمر سفير مصر لدى الصين للتأكد من أنباء وفاة مواطن مصري في الصين جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد الاتصالات أكدت عدم صحة وفاة أي شخص من البعتة المصرية في مدينة ووهن أما في الصين التي تتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتوصل إلى دائم للفيروس فقد أعلنت السلطات الصحية هناك أن عدد الوفايات بسبب الفيروس فيروس كورونا طبعا وصل إلى 138 شخصا بينما وصل عدد المصابين إلى نحو 6000 شخص حتى الآن